احنا رحيم زي ما اتكلمنا قبل كده في الجزء اللي فات كله رقم اربعة اتكلمنا عن فكرة ان انت ازاي بدايتك تبقى مع المادة النانو وتكلمنا عن التصور المبداي دهوت في الجزء الرقم خمسة هنا احنا اقفل بقى خلاص باذن الله بس هنحاول انكلم عن مجموعة من النصايح اللي توسع بها الريفيو بتاعك وتحاول تزود عدد الكلمات لان تعطي المشرفين بيطلبوا عدد كلمات كبير يعني يلاقيك مثلا انكاتب مثلا 6.000 او 7.000 كلمة يقولك لا ازودهم لي شوية مثلا خليهم 8.000 او 9.000 حاجات زي كده يعني اول حاجة دايما بتيجي ننصحك بها ان انت تكون تحاول تجمع ما بين المدرستين يعني احنا شفنا انه هو انه المدرسة دي بتدخل مع المادة النانو المقدمة بتاعتها بتكون بيخشوا على اهمية المواد النانومترية بيركز على التركيب البلوري الخصائص بتاعته بيركز على طرق التحضير بتاعته وبعد كده بيركز على الكاركترزيشن واهم شغل الكاركترزيشن بعد كده الابليكيشن بيعدي عليه ايه سريعا يعني في المدرسة التانية كنا نكلمنا عنها قبل كده وهي مدرسة التطبيقات بتدخل مع التطبيق بتبدأ حياتها كلها مع التطبيق في الاوزة ما قلنا مثلا معالجة مياه مثلا من شغل غاز طبيعي مثلا ايه اسطل المياه دي طالعة منين ايه طرق المعالجة المختلفة ايه بقى طرق المعالجة بالمواد النانومترية انهي مواد نانومترية شغالة وهكذا لما بنيجي نجمع بين المدرستين بنبتدي نعمل الاتي اول حاجة بنثبت المدرسة ده هي مدرسة التطبيقات بنركز مع التطبيق ونشرح المشكلة بعمق زي ما هما بيعملوا كده نشرح الانترو دوكشن كويس عن المشكلة نشرح المصادر مثلا المياه بتاعت الغاز طبيعي نشرح طرق المعالجة المختلفة ليه بقى المواد النانومترية مهمة في التطبيق دهوت وهكذا بعد كده هنا لما نخش مع تيتانيام ديوكسايد ما نخشش نركز ايه استخدام تيتانيام ديوكسايد على طول مع المعالجة المياه دهيت لأ دهنا تيتانيام ديوكسايد ده انا هو ده عايز يتخدم شوية اكتر من كده ادخل كده هنا براجراف الاول عن الستراكشور بالتانيام ديوكسايد بعد كده مثلا براجراف عن طرق تحضيره المختلفة سواء استخدموه علشان المعالجة المياه دي او ما استخدموش عشانه. لان في الاخر اللي بيحضروه علشان يستخدموا المعالجة المياه دي هيت. مش هكري معهم يحضروه ازاي. يحضروه باي طريق. مهم انه يتحضر. بعد كده هم استخدموه علشان معالجة المياه دي حاجة تاني. فهو احنا انهوقت ممكن نتوسع شوية في طرق تحذيره. حتى لو مش هزم يكون عنوان فرعي. يعني انا مش هزم حطي عنوان بعد كده اكتب مثلا ايه. بعد كده مثلا اه طرق التحذير السنسس بعد كده. انا مش هزم عنوان. ممكن احطاك براكرافات واربعد على طول. بعد كده جوة تيتانيوم دايكساد نهوت ابتدي اتكلم عن الكاركترزيزيشن بتاعه. اهم الكاركترزيزيشن وفين البيكات اللي بتطلعه وحاجات زي كده هوت. ممكن اهم الخصاص بدعته اللي تهم التطبيق ده هوت. زي مساحة السطح الشحنة لعصت حاجات زي كده هوت يعني. بعد كده ابتدي بقى اتكلم على استخدامه جوه التطبيق ده هوت فانا هنا بحاول اجمع بين المدرستين انا هنا بتعمق شوية في شغل المادة النانو باش رح ترق تحضيرها عموما بس يعني ايه بشيء برضه لا 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 باختصار مخل مثلا ولا ايه بيطالة مملة يعني لكن احاول نجمع بين الاتنين يكون حاجة زي السهل الموم تانية كده وفي نفس الوقت ايه مهدت لهم التحضير والتوصيف واهم الخصائص وبعد كده دخلنا على التطبيق اللي استنينه فده بيدي ثقة للريفيو وبيوسع الموضوع شوية وفي نفس الوقت بيبقى انفورمت بيبقى حاجة عميقة وحاجة فيها معلومات يعني مليانة علم ان اللي اللي عايزين يحضروا التسانية من ديوكسايد عشان التطبيق ده هوت يتعلموا كتير عن التسانية من ديوكسايد كأن عندهم ميني ريفيو صغير جوه الحتة دي بس بعد كده السيليكا نفس الفكرة بالزب بعد كده السليلوس نفس الفكرة بالزب مثلا يعني لان مثلا عايز يخش يحضر السليلوس لأ ان السليلوس حلو وكويس وكل حاجة اول سؤال هيسأله لنفسه هو عايز يحضره عشان التطبيق ده هوت بس يسأل نفسه هو السليلوس ده لما انا حضره احضره احضره ازاي يعني هنا هو اكلمني سريعا بس انا برضو مش عندي مثلا الامكانيات ده هيت طب هو السليلوس ده محتاج ايه طرق توصيف هل في طريق توصيف معينة محتاجها طب هو كده فهو بيسأل نفس اسئلات زي كده فانت بتتجاوبوا عليها تشرح له الاستراكشر بتاعه تشرح له طرق التحديير المختلفة بتاعته تشرح له الاهم والخصائص بتاعته والي تهم التطبيق ده هوت بعد كده تشرح له استخدام المادة دي في التطبيق اللي هو ايه اللي هو قال لك عليه فانت عملت له حاجة بفعلا تبقى قالت له حاجة قيمة يعني وكده وهكذا كده مع كل واحد طيب لما نلاقي مادة زي كده هوت وفيها جداول مادة فيها شغل كتير وفيها جداول كتير برضو نحاول نختصر شوية يعني نشرح بس باختصار شوية نفس الفكرة في ان انه كومبوزز كل واحدة منهم برضو نفس الفكرة الاستراكشر بتاعها لقد ما نقدر اشكالها المختلفة لو هي كورشيل ولا هي ديكوريشن ولا هي ازروفها انه كومبوزز فيهم بعد كده نشرح طرق تحضيرها لو في طريقة توصيف معينة مطلوبة فيها مثلا بتنفع فيها طريقة توصيف غريبة او جديدة الناس بتستخدمها خصوصا معاها لو محتاجين اكس بي اس لو محتاجين الكلام زي كده بعد كده نبتيد نشرح هي استخدمتها هنا بقى الميكنزم برضو على حسب في ناس هنا الميكنزمات تحب تبقى وح تحت كل مادة من دول الميكنزم في ناس تحب الميكنزم فيها تبقى تحت بعض يرجع تاني يشرح المواد دي كلها بس مع الميكنزم برضو دي حاجة ايه ترجعلك هناس بالنسبة له بيفسر بميكنزمات عامة مع اي مادة نانو يحط الميكنزم ايه ميكنزم بيه حتة الميكنزم دي انتهى قادرة بيها مني يعني زي ما اتفقنا بعد كده برضو الـ cost estimation نفس الفكرة ممكن حاول اقدر التكلفة لو لقيت الـ review كبير قوي ووسعت العملية ممكن اشيل الحتة دي مش قضية يعني لكن هي بتنفع في زيادة عدد الكلمات لان زي ملتراج وفي نفس الوقت حاجة الـ informative لانها بقت موضة جديدة يعني بقت فيه trend كده كويس ان خلاص الموضة ان انا ملتراج خلاص الناس عارفت ان ابتدي تطبيقات كويسة نتائج كويسة في التطبيق قول لي بقى التكلفة اتكلمني بقى ما تجيش تقول لي مثلا ايه التانية مثلا الموضة كويسة بس ان شاء الله بقى الجرام منها مثلا بعشر تلاف دولار طب انا هستفيدي انا من حاجة زي كده يعني اعجب لك انا منين ان انا بنعالج مياه اصلا من مصنى غاز طبيعي ده انا يعني لرمتها في الارض برا والحكومة جد دفعتني غرامة مش هتدفعني المبلغ ده كله فانا مش هستفيديت حاجة من حاجة زي كده لكن مثلا الزيولايت بيشيل اقل مثلا يعني من المص بس بلخص التراب فانا بنا بقى اقول الناس يعني يركزوا مع الكوستو تفقنا دي بس الفكرة ببساطة يعني لحبيت ايه اتكلمك فيها لان زي ما قلتلك تأكد ان المشرف في الاغلب العام هيتطلب منك انك تزود ياما عدد مراجع ياما تزود عدد كلمات وهتبقى انت مش عارف يعني زودهم منين انت بقى دكتور تبقى عمل ايه تبصرف ازاي اقول لك ما اعرفش بقى انت تصرف انت بقى اروح انت تزودهم لي وتعليق لي لما تخلص شغلك تجيلي فده بس رحبت ايه انا بقى اكلون ازاي تحقق تجمع بدل المدهستين حيث ان انت تشرح للناس شغل النانو وتشرح للناس شغل التطبيق بتوها التطبيق يستفيدوا من التطبيق وبتوها النانو يستفيدوا من النانو وتبقى انت ايه جماعة من اللي تاني انا بكتابتنا دفقنا هيا انا كاملن سوالا فيديو ترجمة با شكرا